محمد قبل ما نبتدي كنت بتقول لها فرحانة ايه؟ امتى؟ دلوقتي؟ دلوقتي لو ما تجوزتنيش ما كنتش جيتي هنا انا شوف الهانة اللي انت فيه بقى شوف الفرحة اللي انت فيها محمد انت اليوم موجود معنا وميادة وفرحانة تانيتهم زوجيتك اخدت القراءة ده ازاي؟ اللي رضا خدتها ان حضرتك كنت متجوز فرحانة ديت كان عندك كم سنة؟ كان عندك حضرتك 25 سنة يعني من خمس سنة اه وحضرتك اي رجل يتمنى ان يكون عنده طفله كده نعم فما حصلش نصيب ما بيني وما بين فرحانة فروح تمتجوز ميادة اوكي ميادة برضو الموجودة معنا الليلي اكيد الستات عندهم رأي في هذا الموضوع اكيد لكن اتخاذ هذا القرار ما كان فيه نوع من القلق بالنسبة للك خوف وخاصة انك جامعون اتنينتهم في بيت واحد تمام يا قادر اقولك ايه بقى؟ يعني كيف كيف قدرت تتقنع ميادة الزوجة التانية وفرحانة برضو انت يقعدوا اتنينتهم في نفس البيت؟ الدباء من عند ربنا هم اتفوا مع بعضهم من دون تدخلات يعني تدخل وقت ومن عند ربنا اللي هم خلاص اتفوا مع بعض وعيشين مع بعضهم في بيت واحد طيب حرجعلك لتفاصيل اكثر وليك خليني ابتداء معك فرحانة فرحانة انت تجوزت برضو صغيرة 21 21 سنة حاولت انك تحملي ولكن ما حصلش نصيب قالك هتجوز عليك ولا ما كنتش عارفة لا انا كنت عارفة وانا اكترحت برضوك عليه حاجة زي كده وجدت بقى مع الوقت هو حد اكترح عليه ميادة وتجوز كنت مقتنعة وانت بتقترح علي انه تجوز يعني بتقوليه لي بالسهولة دي بصراحة ماشي كنت مقتنعة بس كنت مضايقة جدا برضو بس اللي هو فيه هدف اللي هو البيبي فعشان كده ضحيت واللي هو يعني مظلمهوش برضوك معي وبعد كده بقى اتجوز وتجوز انت شفتيها لما يادة امتى شفتها قبل ما يتجوزها قبل ما يتجوزها شفتها فين خاركتوا مع بعض يعني لأ كنت عارفة ان هي ديت البنت اللي هو هيتجوزها فمعرفتها بقى عن الطريق الست اللي هي قالت له يتجوزها اول مرة شفتيها كان في بيتها كان عندها هي رحت معا رحت طلبتها اه جالت اه رحت طلبتها انت ايوه اهلها كنوا عارفين واهلي كنوا عارفين وكل حاجة اه سهوه قرار ما بيني وما بينه هو محدش ليه دخل فيه ام وبردك لازم نبقى صرحين مع كل الناس يعني لازم انه كنوا معرفينها قبل ما هي ما تيتجوز ام ما ينفعش انه هو يتجوز على غش ام هي عارفة انه هو متجوز واحدة تانية قبليها وهي وافقت ام ميادة ليه وافقت اعجبت بيه ام عجبني عجبك ايه اللي عجبك فيه هو شخصية هو شخصية كويسة واللي قالي عليه يكلمني علي كتير ام وانه هو كان متجوز بقاله سنتين ومش معا بيبي وكانت دخلته صريحة انا متجوز عشان اجي الدفل مش بحب حد يغير مراتش ام وهو مش هيحب حد يغيرها ام وانا عارف حدا كده بس انا عارفة انه هيش معاه مرتاحة لانه مش هيبقى صغيرة بيني وبينها هو بيحبها وليها انا عارفة بس هو تجوزني عشان حاجة واحدة بس هدف واحد عشان البيبي اه وانا وفقت عشان بردوك عايزة بيبي مش عشان انت عاوزها تتجوزي لا مش عشان عايزة تجوز مش عشان تجوز بفكرته يعني بفكرته العامة ولا انت مقتنع باللي عملته لا مقتنع لان هو اصلا مش موجوب بردو بيسافر وبيجي شهرين في السنة طيب السؤال الاصعب تتواجد انت ويها بنفس البيت هو انا فجأت بيها اصلا ان هي عارفة وجايبها معي وقرنا وفتحة وكده وهي كانت موافقة ومقتنع بس حسب مشاكل لما دخلنا حصل ايه؟ اكيد غيرها بقى هي كانت غيرونا وهو مع واحدة غيرها ويحسر ما بين اي اتنين انت كنت يعني عاملة ضمن حساباتك انه مع الوقت ممكن يسبها؟ لا ممكن حطفشها؟ لا لا عشان هم اصلا عارفين بعض من قبل ما يتجوزوا بفترة يعني دي كان عنده 16 سنة وكانت عارفاه وجوزهم عنده ماشين سنة يعني قبل يجوز بربعة سنين كانوا عارفين بعض فانا مقتنع انه هو مش هيشوب حد دهره هو لو كان عايز مثلا بني حب ما كانش فنا نم عروسة إن أنا عايز بيبي وعرفها الحالة بتحت طيب أحكيلي أول ليلة دخلت البيت هي كانت موجودة؟ كانت موجودة بس ثبتناها ثبتكم؟ رحت فين؟ رحت عند مامتي كانت مرت عليك الليلة دي إزاي؟ طبعا كنت متضايقة ما بيني وما بين نفسي جدا وفضلت عايات كتير قوي بس ما بينتش ولا قلت لحده وخليت جواي كل الحسيس والشعور ديت بس كان بيبان بس؟ كان بيبان كان بيبان يعني بيبان إزاي؟ بتبقى زعلانة كل ست بتحسي بالتاني هاي كان بتبقى زعلانة مثلا أنا أقوة مع بعض فيها في حاجة جوا طب أنت ما كنتش تسعالي برضو؟ بس يكون معاها؟ ما كنتش أزعل لأن أنا ما كنتش إن أنا هو نعرف بعض ونحب بعض وكده لأ بس لما عدت معاهم بقفلت مشاكل بنا وبعد كان أرجع قوي مشاكل زي إيه؟ يعني غيرهم من بعض هو مثلا يخدها يخرجها طب وانا لأ ما انت حامل مشاكل كان خيص قوي على موضوع الحمل والبيبي وصارك كتير برضو عليها عشان يعوضها؟ عشان تخلف وما حصلش نأسير وبيخدها يخرجها كتير وانت كنت بقت لأ أنا كنت بقى ساعات معاهم والوقت اللي ما تكونيش معاهم تعمل إيه؟ تكلك الغيرة من جوله إه؟ انت بتعملوا أياها ها كش راتيس بيئمك فين انت بتعملوا انت قليلي ما غيرتيش ما كان عندك هذا الشعور انه هي موجودة معاه في نفس البيت طعباني أصلاً الغيرة دي أكتر حاجة طعباني الغيرة بعدك الغياد دلوقتي طبعاً مع أنكم أصحاب صرته بس لسه بتغيري طبعاً بتغيري من إيه؟ إيه التفاصيل اللي بتخليك تغيري؟ اليوم اللي هو بيبقى موجود معاها فيه ومش معايا أنا فيه مثلاً إحنا كل واحد في قوضة وهو مثلاً بيبات معاها وبيبات معايا الوقت اللي بيبات معاها فيه ده هو الوقت اللي بيقتلني قابليها بقى أنا بقى بقى تخنيق معاهم على أي حاجة بتبقى متعصبة؟ أه بقى متعصبة جداً بقى تخنيق معاهم على أي حاجة وإنت مقصب موقتك إزاي يا محمد؟ كيف عامل جدول يعني مواعيد؟ من غير مواعيد لا إزاي؟ ما فيش مواعيد والحاجة يعني ليه تختار مثلاً أنا اللي لدي حكون مع ميادة اليوم التاني مع فرحانة وفق أي موضوع؟ عادي يعني حسب مزاجك؟ طبعاً حسب المزاجك؟ طبعاً إيش؟ وانتوا مفقين على النظام ده؟ أنا عمتاً بفرح جداً لما بي مزاجه بيجيبه لغاية عندي هي حالياً أمور يدير كتير عن الأول لا إيه اللي اختلف؟ من ساعة ما جاء بابي هي بتحبه قوي تحب عامل جداً البيبي؟ أوه وبتيه دمي بي أكتر مني أنا ممكن ساعتها بقى روحة عند والدتي وهي تواب بيعادي أوكي ساعتها بقى بيتة عند والدتي بردك عشان في حاجة وهي تواب معي عادي فهي الأمور هديت معي هفرودك شوية لما شافت بي بيجيبه وانت هديت معاك الأمور؟ انت هديت معاك الأمور؟ أوه إلى حد ما شكلك؟ لا حد ما شايفة عني خلف خدت على الأمر ردينا بالأمر الموقع اشتركوا في القناة